السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 30 نيسان إبريل طبعا ذكرنا يوم أمس أن القمر في الأسد وبدو ينتقل للعذراء طبعا هو لسه ما انتقل لأنها فترة خلوم مسار يعني الساعة 7 و 58 دقيقة من مساء يوم السبت بنتقل للعذراء يعني طيلة اليوم أو طيلة يوم الأحد رح يكون موجود بالعذراء خلينا نروح على التوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر استقر في البيت السادس يعني اليوم التركيز رح يكون على العمل ورح يكون التركيز على الصحة هذول أهم أمرين طبعا عادة لما يكون القمر في البيت السادس بيعطي إيجابية وبيعطي سلبية الإيجابية أنه بتقدروا تنجزوا بعض الأعمال أو بتهتموا بأعمالكم أو ممكن ينعرض عليك عمل معين تنشط بمكان عملك تحقق إنجاز معين في مكان العمل أو تواصل ما بينك وبين زملائك بالعمل ولكن سلبياته إنه بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم أهم إشي إنه اليوم تبعدوا عن أي مشاكل ما بينك وبين زملائكم أو ما بين الأشخاص أو الزبائن اللي بتعاملوا معكم برضو بتكوا تنتبهوا لصحتكم حاولوا إنه ما تشتتوا حالك وتلتلتوا بالأعمال الغير مهمة يعني إنجز العمل المهم بعدين انتقل لغيره عشان ما تتراكم الأعمال عليك أهم شي إذا شعرت بأعراض غير اعتيادية صحيا راجع طبيبك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هون القمر رح يكون موجود في البيت الخامس يعني اليوم العواطف رح تكون جياشة يعني اليوم التركيز كله رح يكون على التقرب من الأحبة إيجاد قاسم مشتركة بيجمعكم بأحباكم الحضوض بتلعب دور كبير وخصوصا من ساعات الظهر بتصير أقوى فأقوى على مستوى التجميل أو الاهتمام الشخصي أو النفسي أو اللباس، الهندام، الترفيه، الفن، التقرب من الأبناء العواطف كلها بكل أنواعها تقريبا بتكون ممتازة أهم شي الحساسية والوسواس وسرعة الإنفعال لأنه تراجع عطارد ما زال بيأثر عليك بشكل كبير فعشان هيك انتبه من طريقة أسلوبك بالحوار مع الأحبة لأنه ممكن شوي يصير فيه خلاف أو سوء تفاهم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا التركيز رح يكون على البيت الرابع اللي إلو علاقة بالبيت والعائلة فاليوم الانشغال كله بيكون إما عملية عودة شخص لأرضه أو بلده الأم أو بيكون التركيز على البيت، على العائلة على تصميم وترميمات ومشتريات وتصليحات ومصاريف عائلية أو مشاكل عائلية أو مناسبات عائلية يعني أي إشي إلو علاقة بالبيت والعائلة بوسعكو إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم المطلوب منكو إمكو تركزو بدون عصبية وبدون إنفعال وبدون مشتريات ما إلها أي داعي ممكن تقلق بشأن حدث عائلي مثلا بصير شيء معين أو بعض الضغوط الطارئة اللي ممكن تلفت انتباهك ممكن تراجع صحي لأحد أفراد العائلة فعشان هيك بدك تعطي كل اهتمامك للعائلة برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات هاي أهم ملاحظة اليوم عندكم نشاط عالي اتصالات كثيرة حوارات نقاشات بتقدروا تناقشوا امتحاناتكو بتكون جيدة ولكن ركزوا لأنه عطارة بغرر فيكم برضو ممتاز للسفر القصير والدورات التعليمية برضو ممكن يكون لكم تعامل مع أخ أو جار مثمر خلال هذا اليوم وانت مقنع بطبيعة الحالي اليوم تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن احذر من العصبية والوسواس والشك والغيرة لأنه هدول ممكن يخربوا عليك كثير من الأمور برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الآن استقر في بيت المال اللي هو البيت الثاني لألكم عشان هيك اليوم الأجواء رح تركز على الوضع المالي أهم نقطة خففوا من النفقات ما تشتروا أشياء أنتم مش بحاجتها ما تغامروا بأموالكم بمشاريع أو مجازفات ممكن تحقق خسارات مالية انتبهوا من المحتالين أو النصابين أهم شيء أنه اليوم في فرص مالية بتيجي هاي الفرص والمكاسب المالية من عمل إضافي مستردات هبات دعم وممكن تناقش موضوع مالي أو الطالب بحقوق لا إلك أو ترتب وضع فواتير معين الأجواء جيدة وخصوصا من ساعات الظهر وبترفع نسبة عالية جدا من فرص المكاسب المالية لا إلك فلازم تستغلها وتتحرك بالاتجاه المطلوب برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم القمر موجود عندكم فعشان هيك اليوم الطاقة عالية جدا اليوم تقريبا بتعوض كثير من الأيام الماضية وكثير من الأشياء التي تعطلت في الأيام الماضية اليوم بتجدلها كثير من الحلول ثقة بالنفس حيوية ملفت للانتباه حتى على المستوى العاطفي الأمور جيدة على مستوى حيويتك وطاقتك وصحتك بتتحسن بشكل جيد وهي الفترة بداية مرحلة جديدة ممكن الأشياء اللي كانت صعبة في الفترة الماضية على إنك تتممها وتنجزها اليوم بتبلش مفاتيح الفرج بالنسبة لإلك تظهر بشكل قوي برج الميزان بالنسبة لما يوليد برج الميزان طبعا القمر استقر في برج العذراء بيت متاعبكم فعشان هيك انتوا هسا بتكو تدخلوا يومين وربع صعبين هدولة اليومين وربع بتكو تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم تنتبهوا من التقلبات النفسية الوسواس القلق الأرق الحساسية ردات الفعل السلبية ما تصدروا أي قرار متسرق إلى هذه الفترة ابعدوا عن المشاكل برضو انتبهوا من بعض الأشخاص اللي ممكن يستغلوا ضعفكم ويتآمروا عليكم بالخفاء في بعضكم بدوا إما زيار الطبيب أو بدوا يهتم بصحة أحد الأحبة أهم شيء الاهتمام بالغيبيات بالفترة هاي ما يكون بالإشي السلبي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم تركيز كله والمكاسب كلها رح تكون من العلاقات الاجتماعية اليوم نشاط اجتماعي عالي جدا علاقاتكم بأصدقائكم قوية جدا ممكن تتلقى اتصالات أو ويتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو تسعد من لقاع بعض الأشخاص إما بزيارة أو عمل أو استشارة مثلا بتقدر تستشير أي شخص من علاقاتك ومعارفك لأنه رح ينصفك اليوم وأي طلب مساعدة من أي صديق ممكن يلبي هذا الأمر ولكن انتبه لبرج وإيش بده يكون والأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي ومن خلالها ممكن تستغل أحد معارفك لتحقيق مقارب بنفسك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر الآن موجود في بيت السمعة وبيت العمل معلاقاتك بالمسؤولين عشان هيك اليوم أهم نقطة أنك تحافظ على سمعتك حاول أنك ما تجازف وما تغامر بأي شيء أو تصرف ممكن يشوي سمعتك ما في داعي للمغامرات برضو اليوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولتعزيز علاقاتكم مع المسؤولين أهم مش أنك ما تتغيب وما تخالف في عملك يعني بتقدر اليوم ممكن تحصل على ترفيع أو على ترقية أو على وظيفة جديدة أو على عرض جديد ولكن زي ما حكينا بيت السمعة بيقول لك لا تخالف القوانين ولا تجازف ولا تغامر وبرضو ما تتخذ قرارات حاسمة واضبط عصابك لأن العصبية بتعطل عليك كثير من الأمور برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا البيت التاسع لأيكم بيت الحضوض يعني يعتبر من بيت الحضوض القوي لأيكم فاليوم بتنشطوا في أمور لها علاقة بالسفر أو بالعلاقات مع الأجانب أو من الاتصالات البعيدة أو بالامتحانات الجامعية والدراسات الجامعية بالدورات التعليمية بالمناقشات بالتسويق بالقضايا القضائية يعني الأجواء ممتازة جدا اليوم بالنسبة لأيك أهم مش أنك تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن واللي عندهم سفر بدهم يتفقدوا أوراقهم وأمتعتهم بشكل جيد أما اللي عندهم امتحانات فما بنصحهم بسبب تراجعوا طارد أنهم يعتمدوا كثير على الحضود يعني بدهم يركزوا بشكل جيد ويدرسوا بشكل جيد تقريبا الأجواء إيجابية بتدعمك على كثير من الأشياء اللي ذكرناها ولكن التركيز والسعي هو اللي بيخليك تحقق النتائج الإيجابية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا التركيز رح يكون على الأموال المشتركة يعني أي مال معك شريك فيه بنك ضريبة تأمين ميراث هاي الأمور شريك يعتبر هذا حتى الزوج شريك بالمال فعشان هيك اليوم تركيز كله رح يكون على هاي الأموال منك رح يتم بموضوع الأعلاقة بقرض مثلا الأعلاقة بميراث مطالبة بالحقوق مال الزوج دفعات ترتيب فواتير أشياء من هذا القبيل وخصوصا الفواتير القانونية أو الفواتير اللي مع الدولة أو دفعات للدولة أو لشركات مؤسسات بنوك ضريبة الأهم أنه ما تغامروا بأموالكم ما تجازفوا ما تدخلوا بمشاريع مش مدروسة بالفترة هاي بشكل كبير خففوا من المصاريف انتبهوا من المحتالين لا تدائنوا حد فلوس ولا تقرضوا حد فلوس رتبوا بالنسبة لوضعكم المالي وتحقيق مكاسبكم اللي بدي يقدم لقرض أو تأجيل قروض أو شغلة زي هيك ممتاز جدا صحتكم أو صحت قريب للكم برضو بتكون بحاجة للرعاية هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتتركز جهودكم نحو قاسم مشتركة بيجمعكم بشركاكم سواء بالعاطفة اللي هو الزوج والزوجة والحبيب والحبيبة اللي هم شركاء العاطفة أو سواء بالعمل اللي هم الشركاء اللي بيشتغلوا معك بعملك شريكك هدولة اللي اليوم انتو بصير التعاون ما بينك أو التواصل ما بينك أو اللي هي الحلول اللي بتحاولوا تجدوا لحل مسألة معينة ولكن هاي دائما عملية المقابلة بتضعف من الطاقة بتخلي الشخص عصبي حاد طباع متسرع بقراراته متقلب أيضا حساس زيادة عن اللزوم وشكاك أيضا عشان هيك بدك تحاول قدر الإمكان تبعد عن أي شيء بعمل مشاكل ونسق بين كل وجباتك وحاول إنك ما تدخل بأي شيء ممكن يستفزك أو يتعصب لأنه إذا عصبت أنت الحلقة الأضعف وخصمك أقوى منك رح ينتصر عليك ضبط العصاب مطلوب طبعا أحسن بسمع برجك والله يسهل عليك وما تكبسش على الكبسات بعاقبك إذا بتكبس على الكبسات ماشي أنه أنت ما بتكبس على الكبسات أساسا فعشان هيك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء